أكيد هناك حيات رأي مزارة التعليم وكم مختصين برأيكم هذا القرار ما رح يأثر على المتقدمين أو الرغبة بالتقديم الخطر المخدرات أكثر من هذا التأثير الذي تتحدث عن جنابك يعني حينما نرتب أولويات أو نرتب هذه المخاطر نحن نتعامل مع خطر يهدد مجتمع يعني إذا نظرنا على مصلحة فرد قلت ربما يؤثر على متقدم في حدود مصلحته كفرد لكن نحن نواجه خطر يواجه مجتمع فحماية هذا المجتمع يعني درء هذا الخطر يكون أفضل من تأجيل ربما قبول الطالب إلى مراحل لاحقة ذكر الدكتور أن الموضوع هو احترازي هذا القرار أو هذه التعليمات وهذا الكتاب وهذا الفرض هذا موجود بباقي الجامعات يعني بالدول البقية أم أن هذا الموضوع خاص بناء على الوضع العراقي الداخلي وزيادة النسب المعلنة يعني أنا حقيقة من صدر أو في طور قبل ما يصدر هذا الكتاب وهين صدوره أجريت بحث حقيقة حول كل مسارات أو الإجراءات المعتمدة في الدول خاصة في دول المنطقة والدول أيضا للدول العالمية وجد أنه معظم الدول معتمدة استراتيجيات وطنية لمكافحة المخدرات على مدى سنة وسنتين وثلاثة وخمس سنوات